اشتركوا في القناة وهذا طبعاً ما نريده بالضبط نريد الانتشار على أوسع نتاق لتعمل فائدة أكبر عدد من الأشخاص المهتمين بهذه المجالات التي أشرح هذا كل ما في الأمر فبالتالي رجاءً اضغط على لايك وترك كومنت إن استطعت يعني ذلك أبسط الأمور التي يمكنك الدعم بها هذه القناة كما قلت في المقدمة حلقتنا لهذا اليوم سوف تكون عبارة عن شرح لمنصة يمكن القول عنها بديل لكانفا برو ولكن ركز مع كانفا قلت بديل لكانفا برو وليس لكانفا لأن كانفا فيها نسخة البرو وفيها نسخة الفري طبعاً ومنطقياً نسخة البرو فيها خصائص مميزات لا توجد في نسخة الفري بينما المنصة التي سوف أشرح في هذه الحلقة فيها خصائص موجودة في كانفا برو فبالتالي قد تكون أفضل بديل لكانفا برو طبعاً سوف نتكلم على جميع الخصائص بما فيها بعض الإضافات التي تم تحديثها أو تطويرها مؤخراً بعضها تم الإعلان عنها بشكل مجاني وبعضها الآخر ما يزال في نسخة البيتا يعني نسخة تجريبية المهم بدون إطالات دعونا نكتشف المنصة معاً طبعاً نتكلم عن فري بيك ديزاينر طبعاً فري بيك ديزاينر الغني عن التعليف تم يتلقها تقريباً منذ سبعة أشهر الرائع فيها أنهم يقومون بتطويرها يوماً بعد يوم فري بيك تريد الدخول في هذا الموضوع بقوة تريد أن يكون عندها محرر صور خاص بها هي لا تريد الاعتماد على أدوبي إكس بريس أو كانفا أو غير ذلك فالآن كما نلاحظ أن غالبية المنصة وخاصة التي تكون عبارة عن يعني ستوكس مثل كرياتيب فابريكا حتى كرياتيب فابريكا عندها ديزاينر خاص بها المهم دعونا لن نبتعد كثيراً عن الموضوع ونبقى في صوبة الموضوع إذا نتكلم عن فري بيك ديزاينر الرابط موجود في صندوق الوصف من بين أبرز خصائصه طبعاً الموجودة في كانفا برو والتي توجد في كانفا فري هي الريسايز الريسايز ما معناه أنه يمكن للصورة نفسها حتى ولو كنت قد انتهيت من عمل ديزاين يمكنك إعادة ضبط القياسات كما تشاء بدون أي مشكلة مثلاً هنا مثلاً عندي 1200 في 80 أو 800 بيكسل سوف أقوم بتغييرها سوف أتركها مثلاً مثلاً هكذا مثلاً 1200 على 1200 يعني شكل مربع ثم أضغط على هذا الزر هكذا بوم في لمحة البصر يمكنني أعمل ريسايز لطبعاً الحجم الخاص أو الريساليشن الخاصة بالصورة حتى كما قلت لو كنت قد انتهيت من التصميم في المرحلة النهائية طبعاً هذه الخاصية لا توجد في كانفا فري ولكن توجد في كانفا برو فقط طبعاً ليس هذا فقط ولكن تم تطوير كذلك هنا التكست مثلاً التكست بهذا الشكل من هنا يمكننا اختيار الفونت الذي نريد وطبعاً هذه أوبشن مهمة جداً لأنها لا توجد في كانفا فري ولا توجد حتى في كانفا يعني إدوكيشن توجد فقط في كانفا برو حتى كانفا تيم لا توجد فيها فبالتالي هنا فريد بيك تتفوق في هذه النقطة بجدارة يعني يمكنني استعمال أي فونت أريده أقوم بتحميله من أي منصة خاصة بتحميل الفونت ثم أقوم بعمله أبلاود هنا وأستعمله في الديزاين الخاص به إذن هذه النقطة مهمة جداً كذلك لا ننسى أنه توجد هنا إذا لاحظتم توجد هنا مجموعة من الستيلات أو كيف تسمى التيمبليتس ربما تسمى تيمبليتس يعني موجودة با ديفولت والرائع والأجمل والجميل أنه يتم تطويرها بشكل يومي أقول هذا لأنني جربتها لمدة أسبوع فمثلاً مونيو مثلاً مونيو ليست هذه كما ترى مع التيمبليتس جاهزة يمكنك تخصصها كما تشاء وفيها مجموعة من الأشكال تختار ما يناسبك منها يعني كل قسم فيه أشكال متفرعة مثلاً هذه الكمبينيشن مثلاً سوف نرى هنا مجموعة من الكمبينيشن كما ترى كلها فور فري وكلها يمكن تخصصها كما نشاء كذلك عندنا هنا هذه Celebration Festival كذلك موجودة Inspirational كذلك موجودة هذه Certificate كذلك يمكننا الضغط لسي أول سوف نجد كذلك هنا موجودة By default المهم أنه يتم تطوير المنصة يوماً بعد يوم أو يومياً فبالتالي هذا أمر رائع بالنسبة لنا هذا ما يخص التكست طبعاً كذلك نانسى المسألة مهمة جداً أنه يوجد كذلك Effects للتكست مثل ما يوجد في Canva Pro تماماً فقط يكفي الضغط على Bore يعني ثلاث نقاط هنا ثم بعد ذلك يمكنك اختيار ما تشاء كما ترى معي أشكال كثيرة جداً يمكنك اختيارها مثلاً تضع ذلاً للصورة أو الشكل تضع مثلاً إطار بهذا الشكل مثلاً تقوس الكتابة كما تشاء يعني تقريباً جميع الخصائط الموجودة في Canva Pro موجودة كذلك هنا For free أيضاً عندنا Elements عندنا the icons طبعاً موجودة هنا بشكل كبير جداً والسبب التفوق فريب بيك في هذه النقطة بالذات هو أن فريب بيك أصلاً هو عبارة عن Marketplace أو عبارة عن Stock يعني معروف فريب بيك فيه مرايير الصور فبالتالي لن يكون عليه الأمر صعب إذا أراد تضمين مجموعة من الموارد أو يعني مجموعة من Elements كما قلت عندنا هنا طبعاً Style يمكننا تخصصه على حسب Style أو على حسب Colors أو ببساطة يمكننا البحث هنا في هذا محرك البحث الموجود مثلاً بهذا الشكل هذه طبعاً الإيقونز موجودة بكثرة أو بقوة أي شيء تبحث عنها سوف تجده For free طبعاً لا يوجد فقط الإيقونز بل يوجد أيضاً Ships يعني هذه الأشكال الهندسية كذلك موجودة بكثرة موجودة يعني بشكل كبير جداً يعني تلبي الحاجة عندنا كذلك Stickers موجودة بكثرة بهذا الشكل طبعاً على حسب يعني الكاتيغوري فمثلاً هنا Worth مثلاً موجودة بهذا الشكل كما قلت Stickers موجودة بكثرة يعني بشكل كبير جداً لأكد يكون أمر غير منتهي أليس فقط Stickers بل عندنا كذلك Illustrations وهذه أيضاً مهمة جداً لأنها هي التي نعتمد عليه تقريباً في التصميم كذلك يمكن أن تخصصها على حسب يعني 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 يمكنك أن تخصصها طبعاً كما قلت الحسب الكاتيغوري الموجودة هنا وكذلك إذا أردت مثلاً استعمال محرك البحث فذلك يكون أفضل بكثير كما ترى فهناك أيضاً Suggestions مثلاً كتاب توكات أعطاني هنا يعني مجموعة من يعني مجموعة من الاقتراحات وأيضاً يمكنني البحث في All إذا أردت الحصور على جميع النتائج ماذا عندنا كذلك عندنا Image Mask كذلك مثل الموجودة في Canva Pro يعني نضع Mask ثم نجعل الصورة داخله كذلك هذه الأوبشن موجودة إذن جميع خصائص Canva موجودة هنا كذلك يمكننا عمل استيراد يعني الصور مباشرة من حسبنا يعني نقوم بعمل Upload Media يمكننا القيام بذلك أو ببساطة نبحث يعني عندهم محرك بحث فيه طبعاً مجموعة من Stocks المجانية وأيضاً هذه العلامة هنا إذا أردت أن تتأكد فقط يكفي الضغط كذا فإذا ظهرت لك هكذا فمعناه أنه الصورة لدي حقوق لا يمكنك استعمالها ولكن إذا كانت الصورة بهذا الشكل يعني ليس فوق تلك العلامة الصفراء هنا في أقصى اليمين في الأعلى فهذا معناه أن الصورة يمكنك استعمالها لا يوجد أي مشكل هذه الأبرود التي تكلمنا يمكننا عمل أبرود للصورة ثم هذه البروجيكت الأعمال التي عملت عليها من قبل موجودة في هذا المكان كذلك هنا مجموعة من الأبس وطبعاً سوف يتم تطوير مجموعة من الأبس الأخرى يعني في كل مرة يتم تطوير شيء جديد وهذا أمر رائع وأيضاً نسينا أن نشرح أوبشن مهمة جداً وهي يعني تكون موجودة با ديفولت فقط نقوم بالتعديل على يدي هذه استعمالها الكثير من الممتدئين يعني تكون جاهزة ولكن في نفس الوقت جاهزة قابلة للتعديل تماماً مثل الموجودة في كامفا طبعاً كامفا تتفوق لأن الأقدم يعني فيها موارد أكثر ولكن هذه تبقى يعني جيدة لأنها سوف يتم تطويرها فيما بعد يعني في كل مرة كما قلت سوف يتم تطوير شيء ما جديد مثلاً دعونا نقوم بأخذ هذه التيمبليت كما ترى يمكن تخصيص كل شيء فيها موجود لأن كل شيء هنا قابل للتعديل الآن يمكننا عمل download بصيغة PNG without يعني background هذه الأوبشن موجودة for free كما ترى معي يعني بدون خلفية هذه الأوبشن موجودة أو أيضاً PNG بشكل عادي كذلك موجود كذلك زيادة quality مثلاً هنا 1x لو أردت جعلها مثلاً 4x فهنا ما الذي يقول لي؟ نعم إذن يقول لي أن هذه التيمبليت يعني أقصى تقدير لها هو تقريباً 2.5x ليس المشكل لأنه ليس مدفوع ليس المشكل لأن هذه النسخة ليست مدفوع لا المشكل لأن هذه التيمبليت نفسها التي اخترناها لا يمكن زيادة جودتها إلى 4x أنت في البروجيكت الخاص بك يمكنك زيادة إلى 4x لا يوجد أي مشكلة كذلك يمكننا عمل تحميل بصيغة جو بي جي وكذلك بصيغة بي دي ايف وهذه النقطة في غاية الأهمية ليس هذا فقط بل يمكننا الاشتغال أو جمع الكتاب تماماً مثل ما نفعل في كانفا يمكننا أن نقوم به هنا لأنه عندنا هذه الـ اضافة الصور أو الصفحات كما نشاء ونخصصها كما نشاء ثم نقوم بعملة دونلود بصيغة بي دي ايف كذا يكون عندي كتاب كامل متكامل من بين العيوب الموجودة وهو ليست عيوب جاتينا بالاهتمام ولكن أذكرها تفادياً لأي مشكلة قد يواجه المبتدئين ولا يعرفون كيف يتعملون معه طبعاً المشكلة هو عدم وجود قياس الـ عندنا فقط البيكسل والميليمتر طبعاً الحل لحل هذا المشكلة أمر بسيط جداً نأخذ القياسات يعني بالبيكسل أو بالميليمتر ونحول للمشكلة يعني حتى في الـ التي نقوم بأخذ بها مقاسات يعني الكوفر ففيها خاصية اختيار المقاس اللي نريد طبعاً بالميليمتر أو بالبيكسل تقريباً هذه أبرز نوع الشكل الموجودة فقط الآن الـ التي أريد مشاركتها معكم الموجودة هنا في فريب بيك نفسه وهي هذه التولز طبعاً عندنا مجموعة منها طبعاً من أبرز ما جربته وأعجبتني كثيراً عندنا هذه أوبسكيلر أوبسكيلر سوف نستطيع زيادة جودة الصورة حتى لو كانت مضببة لأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأيضاً لا ننسى نقطة مهمة جداً أنهم عندنا بيدي فولت مجموعة من ستايرز مثلاً 3D ديجية الأرت إلى آخرين إذن يمكنكم أن تلاحظوا الفرق هكذا بعد وهكذا قبل انظر مثلاً إلى هذه النجمة الموجودة هنا انظر كيف كانت في البداية وكيف أصبحت يعني يشتغل بشكل جيد جداً لماذا يشتغل بشكل جيد جداً لأنه كما قلت يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعني حتى لو غابت مثلاً جزئية من الصورة فإن الذكاء الاصطناعي يستطيع توليدها وليس هذا فقط بل يستطيع أو نستطيع إضافة لصورة نفسية نقول بالضبط لذكاء الاصطناعي ماذا يفعل أثناء تحسين جودة الصورة وهذه نقطة في غيث الأهمية والأهم من هذا كله أنها مجانية 100% والرائع أن تستطيع إعطاءنا الصورة بصيغة أو بResolution 2K يعني 2K يعني بصيغة 1000 بيكسل وهذا أمر رائع جداً وأيضاً كما قلت Image Style تكلمنا عنها يعني نخصصها كما نشاء على حسب Style الصورة التي عندنا أيضاً التي جربتها وأحببتها كثيراً هي هذه الريماجين هذه يمكننا استعمالها بعدة طرق إما دامج صورتين في صورة واحدة هذه نقطة أو يمكننا استعمالها في استخراج البرومت الخاصة بالصور طبعاً لا تعطي برومت بشكل جيد كبير يعني بشكل يعني بجودة عالية جداً ولكن على الأقل هذا الذكاء الصناعي الموجود هنا يفهم النصوص دعونا نجرب دعونا نأخذ مثال تجريبي لكي تتضح على الصورة حسناً دعونا أختار صورة ما من عندي هو لتكون مثلاً هذه الصورة إذا ننتظر بذا ثوانين انظر أعطاني أعطاني هذه البرومت التي حصلنا عليها وكما قلت الرائع أنه قد فهم التكست الموجود هنا ستي اي هاي موجودة ويلد هذه ويلد موجودة ويلد أنت فري مع العلم أن الصورة مشوهة أصلاً إذا لا حدتم ومع ذلك فهم يعني بشكل جيد الصورة بل الذي قام به صراحة على ما يبدو أنه أنه قام بإعطاء في ثوانين يعني alternative يعني أعطاني محاولات أخرى وما يزال يعطي محاولات أخرى الأنجال العمل عليها هذه قوة وأولاً نستفيد من البرومت الموجودة هنا طبعاً عفواً إديوغرام سوف يتعامل معها بشكل جيد وأيضاً كما ترى أعطاني محاولات أخرى بالرغم أنه يتعامل بشكل سيء مع التكست ولكن على الأقل على مستوى الغرافيكس انظر ما يزال إذن ما يزال يعطيني أشياء أخرى غريب يعني مجاني ويعطي يعني صوراً كثيرة حتى الـ background استطاع تغييرها وهذا هو بسرعة هذا هو المهم بسرعة خارقة أيضاً الـ option الأخرى التي أعجبتني كثيراً وهي remove background أين هي؟ sketch to image expand على ما يبدو أنها في مكان ما آخر سوف أرى كنت هنا في الحقيقة هذه background remover هذه تعمل بشكل جيد جداً جربتها تعمل بكفاءة عالية بكل صراحة تعمل بكفاءة عالية سوف نقوم بتجربتها الآن مثلاً تعمل على صورة ما أعطيت هذه الصورة ليست سهلة بل معقدة جداً في تدخل الألوان وفي gradation سوف نرى كيف سوف تتعامل معها إذن انظر سوف نقوم بتحليل يعني هل نجح الأمر أم لو إذن على مستوى القص لقد نجح بالفعل رأى جداً لا يوجد أي مشكل هنا نوعاً ما هذا الجزء يعني لم يتم قصه بشكل جيد وطبعاً السبب واضح لأن كما تلاحظون هنا عندنا هذه الزهرة أو هذه الأشكال يعني لم تجعل الصورة صورة هذا الشخص كاملة ولكن بشكل عام بشكل عام أنا أراه أنه أفضل أفضل منصة لقص الصور أو حذف خلفية الصور بدون منازع لأن الصورة نفسها هي ليست سهلة الصورة نفسها كما تلاحظون جد معقدة يعني الصورة معقدة الصورة ليست سهلة طبعاً هنا تقص جهة وترك الجهة لأنه هنا لم يعرف هل هو جزء من الصورة أم لا لذلك حدث هذا الأمر ولكن بشكل عام فالتجربة يعني ناجحة 100% أنا أرشح لكم أفضل وطبعاً أهم شيء لا تنسوا أنه مجاني 100% تقريباً كانت هذه أبرز تورز الموجودة هنا في فريبيك التي يمكنكم الاعتماد عليها ومساعداتكم في عمل أوبسكينينج للبيزنس الخاص بكم شكراً جزيلاً لكم الحصول المتابعة والإصغاء وإلى حلقة أخرى إن شاء الله إلى اللقاء